مهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان ولسه متملين احتفالاتنا بمنتخبنا الوطن امبارح والفوز اللي حققه على المنتخب الليبي وتصدره للمجموعة دلوقتي ما حدث في المباراة أمس واتفاعل كبير اللي حصل من الناس الناس احتفلت جمد قوي وكانت مستنية ناتيك تلموتش وقال لنا كتير ما شفناش أداء نقدر نقول عليه أنه أداء جيد لكن خلينا نحلل أكتر بقى ونعرف التفاصيل هو أمبارح بشكل عام كان يوم يعني مليان بكثير من الإنجازات كثير من المكاسب يعني كفاية فكرة اللي انت تكسب رهان رهان من مدرب جديد البرتغالي كارلوس كروش قدر اللي هو يكسب رهانه في خطته في المباراة رهانه في فكرة الرهان كمان على عمر مرموش اللي أحرز هدف المباراة الوحيد تفاصيل كتير قوي وتحليل كتير قوي محتاجين اللي احنا نسمعه عن مباراة الأمس هي المواجهة الأولى الرسمية لكارلوس كروش وده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال الناقض الرياضي للأستاذة لطفي سعان أهلا بيك يا فنم أهلا بيك أهلا بحضر صباح الخير عليك ومبلوك لمصر ومبارح شايف الفارق إيه النقطة اللي كانت حاسمة في المباراة في وجهة نظرك يعني لو أنا بتكلم عن هدف عمر مرموش أعتقد أنه هو يعني فرح قلوبنا كلنا لكن لو كان جيل جون بدري شوية بشوت الأولاني أعتقد أن تتختلف كانت تختلف تماما أو أي هدف مبكر للمنتخب مصر كان يدي أريحاء اللعيبة ثقة أكتر أنهم يقدروا يكملوا مباراة برصيد آخر من الأهداف لكن طبعا تأخر الهدف ليزيد التوتر والقلق عند أي لعيبة بشكل عام لكن في ظل وجود كروش في المباراة الأولى في حاجات مهمة جدا ظهرت في المباراة أن عودة اللعاب المنتخب إلى اللعب الجماعي السهل مر مجددا صحيح وده يعني في شكل للعيبة وده ما شفناهوش غير مع المدارس الغربية أو المدارس الأجنبية بشكل واضح ويمكن ده نتيجة تعتمدوا على المحترفين بشكل كبير ما فيه شك أي مدارب أجنبي هو بيعتمد على المحترفين بشكل كبير بشكل أساس لأنهم أكثر جاهزية أعلى مستوى من التنافسية على مستوى من النحال الفنية وأعلى مستوى من النحال البدنية فأمر طبيعي أن أي مدارب أجنبي هيعتمد عليهم أيضا لو حتى مدارب محلي منطقية نوعا يعتمد عليهم وإحنا بنتكلم هنا على المدرب المحلي برضو إحنا كان عندنا مدربين عملوا شكل في الملعب ومش بس المدربين لجانب زي كابتن حسن شحاتة مثلا فإيه الجديد اللي قدموا كورلوس كروشن باري؟ توقيت الجيل يختلف عن توقيت الجيل الحالي قد يكون الجيل الحالي أكثر سطوعا من الجيل السابق لأن كان المحليين هم المسيطرين على منتخب مصر في ذلك التوقيت النهاردة المحترفين هم المسيطرين على منتخب مصر بشكل أكبر ظروف الجيل ده تختلف عن ظروف الجيل التاني لكن أجمل حاجة في المباراة عودت منتخب مصر إلى أداءه السهل الممتنى بعيدا عن الشكليات والتحضيرات الكتيرة في الملعب كانوا واضحين جدا من بداية المباراة أسلوب وطريقة اللعبة بتاعت الراجل فرضى نفسها على المنتخب بشكل كبير جدا فده قدرت حقيقة كمان للجمهور أنه بقى متقبل حتى أن الأهداف اللي بتضيع بس إزعلان عليها لكن شايف أن فيه في الملعب فيه تحركات بتدي شكل للمنتخب يديك طمأنينة أنه يكمل مشواره بنفس المستوى شفنا مباراة في الملعب يعني لو نقدر نقول كده جيل بيسلم جيل شفنا السلية شفنا طريق حامد شفنا طبعا محمد صلاح إزاي دول كانوا بيعتمدوا على اللعيبة مش عاوز أقول الصغار لأنهم إن كانوا صغار سنا لكن أثبتهم مباراة لهم كبار بموهبتهم شايف إزاي مباراة التوليفة اللي اتعاملت في فكرة الاعتماد وتسليم جيل لجيل كمان هو منطقية نحن عندنا من بعد كسة عالم 2018 أن المنتخب الأولومبي هو اللي يبقى مسيطر على المنتخب الأول أو غالبية عناصره هتبقى من القوام الرئيسي المنتخب الأول فأمر طبيعي إن أنا بيبقى عندي أقرم توفيق أمر طبيعي إن أنا بيبقى عندي رمضان صبح يعني قوام المنتخب الأولومبي هيطلع تدريجيا يبقى هو اللي موجود في الصفوف المنتخب الأول فده مهم جدا في ظل الإحلال والتجديد في المنتخب لأن عدد كبير من اللعيبة اللي بيلعبوا دلوقتي في التصفيات ممكن مبقوش موجودين في المنتخب وقت كسة العالم ربما بتاخد واحد منهم فكرة اللي أنا بأهل علشان يبقى عندي لعيبة أضررهين بيه في كسة العالم فده مهم جدا أنك تشتغل عليه من دلوقتي فأي مدرب بيجي يشتغل عليه لكن وفق رؤيتي ممكن رؤيتي بقى أنا محدودة ممكن اللي بعدها يبقى رؤيته أفضل اللي قبلها رؤيته أفضل نختلف فيها لكن في النهاية الطمأنينة من المبارات المبارح قدت ثقة كبيرة جدا قبل ما المنتخب يروح بنغازي عشان يلعب مبارات العودة مع المنتخب الليبي خصوصا أن الفرق بين المباراتين تلات أيام فمفيش مجال فرق أولاي مفيش مجال أن أنت تضحي بأي نقطة في مبارات أمس فالأمر طبيعي منتخب مصر كان له أفضلية منتخب مصر بدأ يلعب كرة سهلة وده مفيد جدا لأن العالم تغير من حولك يعني فأنت لازم أكثر الطرق لأحراز الأهداف أنك تلعب كرة سهلة بشكل كبير طب وحنا نتكلم عن الأهداف إحنا معنا يعني هدف لفر بول نجمة محمد صلاح ويمكن الناس كان نفسها من كتر وإحنا بنحب صلاح طبعا عايزين نشوف جول واثنين وثلاثة من محمد صلاح لكن الطبيعي إنه صلاح بيتمسك من أول المتش وجود أمر مرموش في الشمال ده ممكن يسهل على صلاح المهمة دي في المبارات اللي جاية وجود مرموش ووجود مصطفى محمد اللي لازم يعني يبقى عنده استفاقة شوية عشان الفرص الضائعة شوفتان بريحة كثير برضو أنا كتير كتير وكان ممكن ناخد فيها خطوات كويسة لكن أنا برضو عايز أقول صلاح في ليفربول بلعب جنبيه مين فأنا مش عايز أصل من ولادنا يعني صلاح ماني دي جوتا فرمينيو معاه عناصر بتخدم عليه بشكل كبير جدا وعناصر حفظه خلاصي يعني المسائل مش محتاج إن أنا ترجم إنها هلعب إزاي الجمل دي كلها بتتم في التمرين فأمر طبيعي إنه ما متعودين عليها فخلاص هناك حالة من الانسجام بشكل كبير جدا عشان ده يحصل برضو محتاج وقت ده محتاج وقت لكن في النهاية مصطفى محمد محتاج كتير لأنه في حالة صيام عن الأهداف على عكس الشهور الأولى اللي أضاف جنة الصراي فمهم جدا إنه يستعيد التهديف مرة أخرى عشان منتخب مصر أنت لازم تجيب تلاتة بونط في كل مباراة على الأقل تتصدر في المجموعة مهم جدا مشاكل كبير طيب يعني ده يخلينا نروح لسؤال بقى تاني وإحنا بنتكلم على مباراة العودة إن شاء الله هل تتوقع يعني دايما كروش أثبت من خلال تجربة في مباراته الأولى إنه هو يعني فكرة تقسيمة الملعب ليه دايما مش متوقعة دايما بيكون بيراهن كمان على لعيبة جديدة فكرة يعني تفتكر لو هو ممكن يستدعي لعب مش موجود فيه المنتخب لخوض مباراة العودة ما عندوش ما عندوش رفاهية الوقت بس بالفعل فيه لعيبة طلع لها تأشيرات يعني نعم عادي في النهاية في النهاية معي قوام 35 لعب معي قوام 35 لعب في أي توقيت هستعدعي أي لعيبة لكن لكن ما قدرش أجيب لعيبة من بره القوام الأساسي لا لا بكلم على القوام الأساسي في حديث عن لعب واثنين هينضموا في المباراة القضية يعني سأخذ أفشا خذ شريف مفيش أزمة بسحك شايف إن ده قابل للتحقيق اللاعب المحترف لابد إن هو يبقى جاهز في أي توقيت مفيش مسألة إن أنا بره فإن أنا مش بعيدة عن المباراة بالعكس المدرسة دي مش موجودة أنت بره بس أنت بتجهز أو بتريح يعني برضو هي ناس احنا جلدين زيادة على زوم لأن عندنا مدرين فنين كتير لما الراجل استبعت شريف وقافشا الناس قالت لا ده الراجل اللي فيهم حاجة ده بيهرج ده جايبهم يشايلهم الليلة عشان لو فرق المنتخب يفتقد للظاهير الإعلامي المنتخب يفتقد للظاهير الإعلامي دي الظاهير السوشال ميديا هو اللي بيدير وده للأسف الشديد أن المسألة بقت مباحة يعني لكن إعلاميا الإعلام بيمشي وراء السوشال ميديا مش العكس فهو ده المعيب في الموضوع يعني نقول بعض القنوات طبعا ما فيش تعميم في كل حاجة يعني الغالبية بيمشي وراتي عشان لكن في النهاية ده شيء برضه بيفقد المنتخب توازنه لكن لما أنا حس إن فيه نوع من الضغوط نوع من تؤثر على قراراتي أنا طبعا حتى الرجل في مؤتمر الصحفي أنا جماعة محدش تسألني ليه أفشا وليه تاني برد ده قراري وأنا أحترم ده بصراحة هو بيتواصل معاهم يعني يعني أصلا مش هينعازل عنهم يعني هوا دي فيه مرونة مش هينعازل عنهم مش هينعازل عنهم إن أنا نلعب بره إن أنا قدر أسيبه لو بنتكلم بقى على المؤتمر الصحفي شوفنا المؤتمر الصحفي لكارلوس كروش اللي خرج به بعد المباراة وحديثه عن فكرة إزاي كان قاري الجانب الليبي أو المنتخب الليبي شايف إن كارلوس كروش عنده قدر على قراءة مفاتيح يعني الخصمة أو اللعيب اللي أمامه وده ظهر من التعديلات حتى لو كانت متأخر هو وفق المباراة حسب مواعيز منها ودي ضغطنا جبنا الجول خلاص هدفع خلاص أنا حققت هدفي لأن أنا عارف إن التاني خلاص ما عادش عنده خيار غير إنه يتعادل أو يكسب فهي هاجم بشراسة فبالتالي لازم أنا أأمن نفسي بشكل كبير جدا مع الاعتماد على الهجمات المرتبة وأعتقد إن المنتخب مصر عمل ده في مراحل كتيرة جدا سواء مع كوبر أو آخرين من المداربين الأجانب وحتى إحنا كنا يعني كات الناس مش إحنا يعني بعضهم يقولك لا الدرجة ده دفاعي بحث لكن في النهاية وصل لك نهاية أمه أفريقيا وصل لك كاس عالم بطريقته اللي ما كانتش عاجبة الناس في النهاية فنقدر نقول إن الراجل لسه بتعرف عالكورة مصرية عشان نبقى منطقيين شوية ومش مبالغين لأن طبعا عطفة الفرحة بتخلينا دايما نبالغ ونفرط في المستوى المدير الفني اللي بيقوده المنتخب احنا لسه في البداية ده أول ماتش للراجل لكن يدعو للتفاقل إن احنا نكون شايفين إن فيه باركة أمل موجودة وثقة في النفس بالفوز ما فيش شك ما فيش شك إن يبقى عندك إنك حاسس لغير لحظات كبيرة جدا إن المدير الفني بره قوي دي مهم جدا عند اللعيب إنه أنا بيدرك اللعيب إن أنا لو ماليش مكان اختياراته صحيح بره الراجل ده مش هيعجبه أدائي لأنه عايز مني تمانية من عشرة أنا لو ما وصلتش لتمانية ونص من عشرة يبقى أنا بقل مش بزيد هنا الثقافة بتختلف عن ثقافتنا في التعامل مع المدير بالمحل في إنها المدير بالمحل قاعد أنا آسف يعني مع كامل احترامل للناس اللعيبة بتقع بتفكر فيها بنفس المنطق فخلاص ده قاعد إنما الراجل ده مش جاي يهرق فكرة القطاع الخاص والحكومي تمشي فرد سازلت في التغييرات اللي حصلت وتغييرات اللي جاي بقى في المواجر اللي جاي النس بتتكلم دولك هينزل بطريق حمد من الأول تبت نحمد فاتحي نزل مبارح في الدقاء الأخيرة ودقاء الأخيرة تقريبا متخيل إيه دورهم في المواجر الجاي هو بيحطهم بس على التراك إن أنا إيه خد حساسيتي مباراة خدهم هايبدأ بمين ما هو ما يقدرش يغير في التشكيل برضه بشكل كبير ما يقدرش يعني يفلت بشكل كبير جدا المشكلة إنك تلعب على ملعب ترتان ما هو ده بقى التحدي الخاص بالتغيير أرضية الملعب شايف ده هنواجهه إزاي أكيد يعني هما يتمرنوا تمرينة واحدة على الملعب فعمر طبيعي إن هي التمرينة أولى وأخيرة وبعدين هيبقى المباراة اللي هيقدر يلعب على الترتان بشكل كويس جدا هو اللي هيكون له أفضلية في يعني التمرينة دي هي تبقى هي اللي هتحدد التغييرات اللي هتتمي في التشكيلة على أساس أنها مين قدرته أكتر على الله مين قدرته أكتر على تحقيق هدف الراجل من المباراة طيب إحنا عايزين نقف عند التوقعات أنا حاول لما رح توقعات النتجة صح قلت واحد سفت واجبنا واحد سفت عايز أسأل حضرتك عن توقعاتك لملتش العودة هو يميل للتعادل يميل للتعادل لكن ورد أنه يبقى فيه مفاجآت لأنه يبقى فيه حظر من الاتنين بشكل كبير جدا أرضية الملعب هتحكم على الأداء بشكل أرداء لكن أنه النهاردة قادر أقول أنه بالنسبة لمصر أنا ممكن تتعادل يريحني بشكل كبير جدا تمن نقاطه برضو تبقى حاجة عظيمة تبقى حاجة عظيمة هتبقى من المباراة لكن فيه تحدي أنه يبقى فيه مكسب وأنا شايف أن المنتخب مصر يعني في الفترات الأخيرة ما بيخسرش ممكن يتعادل أستاذ لطس سعين حضرتك بتقول اللي إحنا هنتعادل بإذن الله في حالة عدم يعني إحراز أهداف هيكون فيه تعادل بشكل عام يعني يعني تعادل أقرب دي توقعات حضرتك برضو يهمني في وجود هدير اللي إحنا نسأل في هدير على توقعاتها لمباراة يوم الاتنين القادم يعني فأنت تتوقع إيه هدير انتوا شايفين موضوع ماشي معايا صحفة أكملك ذا في سكر التوقعات دي إن شاء الله هو واحد سفر تادي إن شاء الله يعني نتمنى طبعا الفوز ثلاث نقاط أخرى سعيتها هيكون فيه هدية من حضرتك لا خلاص دا وعد علىه عشان نكون متفين يعني أستاذ إيه توقعاتك إيه بقى؟ لا أنا هحتفظ بإعجابة النفسي هو هيري بقى بس أبضح لا أنا أتوقع إن شاء الله الفوز لأن أنا شايف أداء بطولي أداء رجولي شايف لعيبة مركزة يعني إمبارح كان باين من المباراة إن اللعيبة عندها تركيز عالي جدا ويمكن ده اللي احنا افتقدناه في المباريات الفائتة وعندها هدف واحد اللي هي الفوز ولا مجال هو يعني المطلوب إثبات والفوز في المباراة فالمباراة دي هيكون برضو بإذن الله هيكون فيه تهديف أنا شايف أكتر من هدف إن شاء الله إن شاء الله الأريحية إحنا رحيم سراحة طبعاً خلاك بتتكلم عن واقع رياضي يعني حيك تفهمه أكتر مننا بكتير لكن إحنا زي كل الناس متحمسين حماس كبير قوي للمنتخب مش يتسلي حد يقولك إنه مش عايز يكسب صحي بالعكس كل الناس عايزة أن مصر تكسب التلتة بانطب في منافسة قوية جداً يعني مع المنتخب الليبي اللي برضو ظهر بمستوى كويس برضو يعني يعني ده اللي عليك روش فيلش حقه وظهر بمستوى كويس في ظل دوري غير منتظم دوري خارجي لكن للأمانة هم قدموا نفسهم بشكل يحترم وكنا نتمنى أن احنا ما نبقاش معاهم في المجموع حاوزين ننسى برضو وإحنا بنتكلم على الأداء بشكل عام الشناوي طبعاً أنقذ كورة خطيرة مبارح برضو ما فيش شك تبقى الفرقة فائقة ببقى كله وبعدين أنت عندك حرصة المرمى بسم الله ما شاء الله في مصر اللي بقت فيه احتياط استراتيجي كبير فالمنافسة هتبقى عالية لأ وبعندنا جيل الحضري الشناوي شوفنا مبارح الحضري وهو بيقبل رص شناوي كان فيلا فتاة إنسانية وصلاح وهو فخور بيجون أمر جمل بتنهي كتير من الحاجات اللي بتقال على المواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة على أرض الواقع والرد على أرض الواقع أستاذ لطفي الساقين بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا من شاء الله تكون موجود معنا بعد المارش اللي جاي ونتفاقق كده بإذن الله واللي جاي أحلى وأفضل بإذن الله لنا جميعاً